كيف فشل الحرس الرئاسي الأمريكي في منع حدوث هذا؟ قال مكتب التحقيقات الفدرالية إنها محاولة اغتيال لكن المفاجأة أن المهاجم تمكن من إطلاق النار فريق بي بي سي لتقص الحقائق قم بالتدقيق والتحقق من فيديوهات وشهادات بعض الحضور وصور الأقمار الصناعية لبناء صورة مفصلة عن كيفية حدوث ذلك في مساء السبت دونالد ترامب كان يتحدث في حملته الانترهابية في مدينة باتلر في ولاية بنسلفينيا وقف على المنصة في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق كانت هناك مدرجات خلفه وقناصة الحرس الرئاسي على السطح على بعد مئة متر فقط وكانت هذه المباني خارج منطقة التجمع ومن أقرب نقطة كان مجال الرؤية باتجاه المنصة واضحا للمهاجمين هذا الفيديو يظهر المباني نفسها تم تصويره عند السادسة وعشر دقائق أعرفنا ذلك لأننا نستطيع سماع صوت ترامب أثناء إلقائه الكلمة في خلفية الفيديو المبنى الصغير على اليمين كان موجودا عليه المهاجم في هذا الفيديو نشاهد رجلا يتحدث مع شخص يبدو أنه ضابط شرطة ثم ينظران إلى المباني شهد عيان تحدث لبي بي سي بأنه بينما كان ترامب يتكلم شاهدوا شخصا على السطح عند الساعة السادسة وإحدى عشرة دقيقة كانت هناك ثلاث طلقات نارية ترامب يرفع يده على أذنه اليمنى ويختبئ نحو الأسفل كانت هناك عدة طلقات قتل أحد الحضور وأصيب اثنان بجروح خطيرة يظهر هذا الفيديو رجلا مصابا يتم نقله بعيدا عن الموقع بالنظر إلى فيديوهات مرجعية أخرى نعلم أن هذا موجود في المدرج الأيمن للمنصة هذا يتوافق مع إطلاق النار من السطح باتجاه ترامب وبعد ثوان من إطلاق النار على حد تعبير الحرس الرئاسي تم تحييد القناص هذا الفيديو يظهر شخصا لا يتحرك على سطح المبنى على المنصة قوات الحرس الرئاسي أحاطت بدونالد ترامب قبل إبعاده عن المشهد لدينا صورة واضحة عن كيفية حدوث محاولة الاغتيال ولكن التحقيق في الحادثة يريد معرفة لماذا لم يقم الحرس الرئاسي بإجراءات إضافية لمنع حدوث ذلك